الحمد لله رب العالمين دخلوا داخل غار وانطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعون يحركوا بهذه الصخرة فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخاني كبيران وكنت لا أغبي قبلهما أهلاً ولا مالا وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أريدها إلى آخر مقال في قضية العفة والثالث قال اللهم إنه كان لي أجراء نلاحظ الأول أبوان الثاني كانت لي ابنة عم اختلف الآن التعامل معهما الأول مع أبويه والثاني مع ابنة أمه والثالث مع أجراء وناس بعيدين كل البعد عنهم اللهم إنه كان لي أجراء يشتغلون عندي باليومية أو بنقول يعني مثلاً بالشهر أو عندي عمل معين يشتغلون له اللهم إنه كان لي أجراء يقول وبعد ما انتهى يعني عملهم ما أعطيت كل واحد أجره إلا واحد أبا يعني مثلاً أنت الآن ما اتفق مع واحد هذا مبلغ معين من المال قلت له والله أصبغ لي هذه الغرفة وانت الثاني أصبغ لي هذه الغرفة والثارث أصبغ لي هذه الغرفة فكل واحد فعل أمره الذي عليه كل واحد أخذ أجرته إلا هذا قلع أجرته معك مثلاً مو خمسين دينار ترى أجرته معك مئة دينار قال يا أخي أنا ما اتفقر عن هذا قال لا قال يا أخي خذ الخمسين ومش قال لا ما رح أخذ الخمسين ورح يقولوا تركني هذا الإنسان ترك هذا الذي هو صاحب العمل يقول وأخذت ماله يعني يقول مثلاً مئة دينار ألف دينار المهم الشاهد مبلغ يعني يقول وأخذت ماله ونميته نمى هذا المال ترك ماله الذي هو له حلالة والله عز وجل قد يعني يعني كما يقال ابتلاه بهذا الأمر حلالة لم يبقى وما بقي معه إلا مال هذا الرجل يقول فنميته نميت هذا المال نميت هذا المال بعد فترة من الزمن جاءني هذا الإنسان وقال لي يا فلان اتق الله وأدي إلي حقه شوفوا الأول كان متق الله مع بويه والثاني قالت له زوجته أو أقصد أبنة أمه قالت له اتق الله لا تفضل خاتمه إلا بحقه الثالث قال له اتق الله وأدي إلي حقه يقول أنت الحين يخاف الله عطني حقه يقول فقلت له شوف ما تشوف من من يعني هذه البقر وهذه الخيرات وهذه المهيمة الأنام التي عندي وهذه الأموال وهذا الخدم كله لك لا تهزى بي قال لا يقول فأخذه كلها تخيل معي وما ترك لي شيئا هذا رجل لئيم يعني أنت الآن اليوم مثلا تخيل معي أخي المشاهد الكريم أختي المشاهد الكريم لو أنت مثلا جاك واحد وقال لك يا أخي خل عندك هذا الألف دينار زين عندك وأخذت الألف عندك ونميت هذه الألف فأصبحت مليون دينار الألف صارت مليون دينار بعد عشرين خمس وعشرين سنة جاءك هذا الرجل وقال لك يا أخي وين الألف قلت والله سبيل صراحة ألفك هذا ليست ألفا من نترى شرعا لا يجوز الإسان أن يشتغل في الأمانات يعني ما يجوزك أن تشتغل فيها لكن هذا الرجل الآن ما هو أمانة بسبب الرجل هذا هذه أجرة الشاهد أن بعد صار مليون دينار ماذا تفعل أيها الإخوة ماذا يفعل الإنسان هذا هل هذا الإنسان يعني راح يقول هاك المليون أو يبدأ هذا الإنسان يقول لا والله الأمر يعني أنت هذا ألفك وفوق الألف ألف بس فكري من شرك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده أيها الإخوة لما كان هذا الرجل عفيفا أيضا في مع أموال الناس وأمينا فقال خذ هذا الحق كله يقول فأخذه وما ترك لي شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك يعني من تنمية المال ومن إعطاء حقه من إعطاء حقه له إن فعلت ذلك ابتغاء وجهك الله ما ففرج عنا ما نحن فيه يقول فتحركت السخرة وخرجوا ويمشوا أيها الإخوة العمل الثالث ترى عمل عظيم الذي هو العمانة إنسان أمين جدا يعني هو الآن فلان له حق عليه وهذا العمل النوعي أيها الإخوة الذي هو أن الإنسان يكون عنده هذه العفة والأمانة والأمانة من أعظم الأشياء تقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى يعني مع أن هذا الرجل الأمين لم يحصل من ذلك اللئيم شيء ما حصل يعني قال هذا والله حقي واخذها كله ولذلك الأمين لا يهتم في ردة فعل اللؤماء معه يهتم بأنه قد أدى حق الله عز وجل عليه وليس المهم أن هذا يعني ينظر لي المهم أن الله سبحانه وتعالى نظر لي أنني أمين وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان أمينا كان يسمى الصادق الأمين لذلك قضية الأمانة من أعظم القيم التي قد تكون عند بعض الناس مفقودة ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة يعني من أهل الكتاب هؤلاء عند قنطار عند قنطار تأمنها عند أمانة قنطار ومال عظيم يؤده إليك ما يأكل حقا ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة إنها أمانة أعطيك مثلا دينار واحد أقول لك ترى بعد شوية يأخذ منه المعطر حتى الدينار يأخذها حتى لو كان زهيدا ما ذلك يأخذها ولذلك أيها الإخوة قضية الأمانة الله عزوه يريد أن يعلمنا في هذه القصة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا في هذه القصة أنها ترى ملمح عظيم وعمل عظيم كما أن الصلاة عظيمة كما أن الصدق عظيمة كما أن الحج عظيم كذلك الأمانة عظيمة عند الله عز وجل ذلك البعض تجد يتم في الصلاة وكذا أقلناه في قضية الأمانة تجدها ضعيف وذلك أنا كذا مرة أقول للشباب قضية الدين مثل يعني شون في الجامعة يسمونه معدل تراكمي معدل تراكمي الجامعة شلون أنت أخذ مواد في الجامعة المادة الفلانية بعد ذلك يجمعون لك كل هذه المواد يطبعون معدلك التراكمي كله كذلك الدين ترى معدل تراكمي شونك في جانب الصلاة شونك في جانب الأمانة شونك في جانب الجيران شونك في الجانب الفلانة شونك في الجانب كذا فإذا كنت أنت في جانب الأمانة ضعيف إذا كنت أنت في جانب الأمانة ضعيف فهذا يدل على إيش أيها الأخوة يدل على أنك ضعيف في هذه المادة التي هي مادة الأمانة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمنت له لا إيمان لمن لا أمنت له يعني لا إيمان كمان الإيمان الواجب هذا الإنسان الذي ليست عنده أمانة ولذلك هذا الرجل كان لا يرجو إلا ما عند الله سبحانه وتعالى لا يرجو ما عند الناس ولذلك ما ذلك لما جاءه هذا الرجل بعد هذه السنين الطوال فأعطاه كل ما جمعه لله جل وعلا